دعماً لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وتحقيق الإرادة الوطنية التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح في مقر إقامته بمدينة الجبة المشاركين في ملتقى التكتلات والتيارات السياسية الذي صدر بيانه الختامي السبت الماضي في مدينة بنغازي رئيس مجلس النواب جدد التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم مشيراً إلى أن مجلس النواب لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد كما أوضح أن الانتخاب المباشر للرئيس من الشعب الليبي سيسهم في حلحلة الأزمة الملتقى الذي نظم بمشاركة خمسة عشر تكتلاً وتياراً سياسياً من كل مناطق ليبيا توجب ببيان ختامي وحزمة من المقترحات القانونية سلمت منها نسخة لرئيس مجلس النواب الذي بدوره رحب بهذا الملتقى والبيان الصادر عنه المستشار صالح أكد خلال اللقاء دعمه لطلب الملتقى بعدم العبث بمفوضية الانتخابات أو برئاستها خاصة في هذا الوقت الحرج وذلك بعد أن استمع لمطالب ومقترحات الأصوات الوطنية المشاركة من كل مناطق ليبيا مجدداً التأكيد أن الحلول لأزمة ليبيا ستكون على يد رئيس منتخب مباشرة من الشعب وبرلمان جديد منتخب على أسس الوطنية والكفاءة وتحمل مسؤولية الخدمة العامة